موسيقى هذا الشهر الشريف هذه الأيام حقيقة من الأيام التي يطور الإنسان فيها نفسه من خلال الأخلاق يقوي أخلاقه يبدئ الحسنات إلى الآخرين ويعلم الناس أيضاً فضلاً أن يتعلم بنفسه يعلم الناس التراحم والتوادد يحاول أن يكون صادقاً مع نفسه ولعله يوفق إلى أن يكون من عباد الله الصالحين الذي يباهي الله تبارك وتباهي ملائكته هذا الشهر ندبت إليه قضاء الحوائج ندب إليه البر إلى الناس ندب إليه أشراك الناس بالدعاء وخصوصاً نحن في بلاء والدعاء يرد البلاء ولو أبرم إبراما كما في الرواية الشريفة الإنسان مع غض النظر سأتي إلى نقطة أخرى إن شاء الله بعد ذلك مع غض النظر عن الأسباب الطبيعية للبلاء مع غض النظر الأسباب الطبيعية تحفظ لكن طريقة التعامل مع البلاء كيف تكون لحظوا البلاء يأتي على الجميع طريقة التعامل مع البلاء كيف تكون هذه نقطة مهمة ونقطة جوهرية في علاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى إذا حل بنا البلاء كيف نستقبل البلاء نستقبله بحال من اليأس حال من الإحباط أو نستقبله بأدوات الاستعداد التي هيئت أو التي هيئناها قطعاً نستقبلها بأدوات الاستعداد التي هيئناها من جملة الأدوات نحن أن نقبل على الله تبارك وتعالى نتقيد بما يقول فيه أهل الإختصاص وأيضاً نكمل ذلك بمقتضى عقيدتنا بمقتضى التزامنا بمقتضى معرفتنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء فلا بد أن نتعامل مع كل الأشياء مفق مخزوننا المعرفي ومفق مخزوننا الديني ومخزوننا العقدي نتعامل مع هذا يخفف عنا ولعله يرفع عنا البلاء ترجمة نانسي قنقر